في كل عام يتكرر هذا المشهد توافد لسيارة النقل المحملة بالمواشي إلى مدينة درنة قبيل عيد الأضحى وكما في كل مدينة لبيع مواشيهم هنا في حي الساحل الشرقي يقام هذا السوق ولكن مع الظروف التي أثقلت كهل المواطن لا تجد إلا من يسأل ولا يشتري لأن أغلب المواطنين اعتادوا أن يشتروا يوم عرفات أو ما يعرفوا بيوم كبيرة العيد حيث يتوقع انخفاض الأسعار في ذلك اليوم والله يعيد زمان أفضل يعني عيد السنة نشهد بالله أن في بعض منهم من السماسر عرفت من زي بعضهم طبعا في البيع ولا بد يراعوا مشاعر الناس طبعا هذا النعم الضرورية طبعا والله إن شاء الله ربي يجمعنا على كلمة له إلى الله فحمد رسول الله ووحد شمل الليبيين إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى أسعار الأغنام تراوحت بين السبعمائة وخمسين دينارا إلى ألف وسبعمائة دينار ولأن للأغنام شروطا كي تجزي أضحية فيكون الاختيار دائما صعبا لأن المواطن يبحث عن الحول الخيرة بسعر مناسب حسب ميزانيته كي يفرح بها أولاده وأسرته بهذا العيد كل عام تبخير وإن شاء الله ربي يصلحها لبلاد وربي يحقن الدماء وإن شاء الله عيد خير وإن شاء الله ربي يجلي غمة الكورونا ورب يصلحها لنا وحال بلادنا كل عام الجميع بخير وإن شاء الله يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير ونطلب هداية الله ونهد الريبيين ووحد كلمتهم ووحد صفهم قلة السيولة أربكت المواطن في شراء أضحيته والتي لم يستلم منها إلا قيمة بسيطة لا تلبي طلبات العيد وما يتبعه من مسلزمات لهذه المناسبة ولكن يبقى السؤال ولكن يبقى السؤال هل ستضحي كافة البيوت الليبيجة أم أن فرحة العيد لن تكتمل عند الكثيرين اللهم يرب أهد الليبيين اللهم يرب أهد الليبيين وألف بين قلوبهم ورحم موتاهم وشفي جرحاهم وكل عامهم بخير